يتفضل الآن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الأستاذ الدكتور محمد علي تميم لإلقاء كلمته بهذه المناسبة يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم سيادة محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المحترم أصحاب السيادة الوزراء المحترمون السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون أصحاب السيادة والسعادة الأشقاء ممثلوا جامعة الدول العربية وممثلوا الدول العربية أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية المحترمون أصحاب السعادة ممثلوا المنظمات والوكالات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المحترمون السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للسياسات السكانية المحترمون السيدات السادة الحضور كل بلقبه ومنصبه وعنوانه المحترمون أحييكم جميعا بتحية طيبة وأسعد الله نهاركم بكل خير إنها لمن دواعي الغبطة والسرور أن تفتح العاصمة بغداد ذراعيها لاستقبال أشقاءنا العرب وممثلية الدول العربية الأعضاء في المجلس العربي للسكان والتنمية حيث ينعقد الاجتماع التنسيقي للمجلس يأتي ذلك متزامناً مع الإعلان عن إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق بنحو رسمي بعد إقرارها من قبل المجلس الأعلى للسكان الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء فأن يتزامن حدثان تحت سقف يوم واحد في رحاب بغداد إنما يدل على أمرين على أمرين اثنين أولهما أن بغداد تمثل منبراً بركائز تضرب في أعماق تاريخها للفكر والإشعاع المعرفي المستدام ومثل هذا العمق الفكري والإرث الحضاري والثقافي لبلاد وادي الرافدين سيلقي بأفيائه الوارفة على أجواء الاجتماع التنسيقي بين الدول الأعضاء في المجلس العربي للسكان والتنمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية أما الأمر الثاني فيحيلنا إلى أن العراق يتعافى ومن ثمار هذا التعافي أن يلتفت البلد إلى رسم سياسات سكانية مستجيبة تمثلت بإعداد الوثيقة الوطنية لهذه السياسة تضمنت سياسات وأهداف لتحقيق التوازن السكاني عبر التوسع في سياسات دعم الشرائح السكانية في الفئات العمرية المختلفة بإطار منهج تنموي مستدام دولة رئيس مجلس الوزراء أصحاب السيادة والسعادة أيتها السيدات والسادة أننا إذ نعلن عن إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية لسنة 2023 نشير إلى أن العراق كان قد أطلق أول وثيقة قبل تسعة أعوام من الآن ولكن بعد الظروف التي شهدها البلد عام 2014 وما بعدها الأمنية والاقتصادية والسياسية والصحية والمناخية وتداعياتها الكبيرة والخطيرة استدعى كل ذلك إعادة النظر بالوثيقة الأولى بما ينسجم مع تلك الظروف وما رافقها من زيادات سكانية تعد مرتفعة واقتراب العراق من النافذة المطلة على الهبة الديمغرافية وإننا إذ نقدم هذه الوثيقة الوطنية المهمة فإن الأمل يحدونا بأن يتحمل جميع مسؤولياتهم عبر صياغة الخطط والاستراتيجيات بالاعتماد على ما ورد فيها من مبادئ وتوجهات ضمن محاورها الأحد عشر محورا متطلعين إلى تحقيق رؤيتها في بناء مجتمع مستقر متوازن سكانيا بما يضمن استدامة العيش الكريم وتحقيق الرفاهي للمجتمع مثمنين الجهود الكبيرة التي قدمت في صياغة الوثيقة المحدثة للسياسة السكانية لا سيما فريق تحديث الوثيقة كما أتقدم بالشكر لدائرة التنمية البشرية وجميع الدوائر والتشكيلات الساندة لها طوال مرحلة الإعداد والشكر موصول إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي قدم لنا الكثير من الدعم والإسناد في جميع مراحل العمل وصولا إلى الإطلاق الرسمي للوثيقة في هذا اليوم مرة أخرى أكرر الترحيب بالأشقاء العرب والضيوف كافة متمنيا للجميع النجاح والسداد ترجمة نانسي قنقر